صباح الخير مشاهدين بحل أجديد من برنامج الحدث بعد ما شكل بعض الإشكالية التي نتجت عن كلام رئيس الجمهورية الأمدبي شلعون حول إسقاط الخط 29 في التفاوض مع العدو الإسرائيلي حول حدودنا البحرية حدود لبنان البحرية واعتماد الخط 23 خط تفاوضي وكلام رئيس الوفد اللبناني المفاوض العميد بسام ياسين الذي تحدث عن خيانة قائلا أن كل الأشياء تباع وتشترى بنفس العملة إلا الوطن فهو يشترى بالدم ويباع بالخيانة في اتهام مباشر إلى رئيس الجمهورية بخيانة هذه القضية كان في كلام مدوي أيضا للعميد ياسين البارحة عبر قناة الجديد عن مسألة المفاوضات وعن الترسيم وعن التخلي عن 1430 كم مربع من الأراضي اللبنانية حق لبنان بهذه الأراضي اليوم ضيفة أيضا في هذه الحلقة رئيس الوفد المفاوض مع إسرائيل من عام 2006 إلى العام 2013 اللواء المتقاعد عبد الرحمن شحيتلي الذي سنناقش معه أيضا كلام العميد ياسين مجريات هذه المسألة هذه القضية منذ حكومة الرئيس فؤاد السانيورة مرورا بحكومة الرئيس نجيب ميقاتي وحكومة الرئيس سعد الحريري وصولا إلى اليوم كيف يمكن اعتماد الخط ولماذا اعتبر العميد ياسين الخط التواشرين هو خط غير قانوني صباح الخير صباح الخير أهلا وسهلا فيك بداية بدي أبدأ من الإشكالية الحاصلة حول أي خط يجب اعتماده مبارح العميد ياسين قال أنه ما فينا نتنازل بهالسهولة ما فينا نعتبر ونعمل حملة على توقيع المرسوم الذي يحفظ للبنان الخط 19 ومن بعد أن يقول رئيس الجمهورية أنه لا أصبح خط لبنان التفاوضي الخط 23 وكأنه بضربة واحدة ومن دون أي مقابل يتخلى 1430 كيلومتر مربع من الأراضي اللبنانية شو رأيك أنا بكل صراحة أول شيء العميد ياسين الزميل وبعز علي كثير وطبعا نحن تابعنا مؤسسة وحدة يعني نشرب من نفس النبع وإنما ما حدا في يدعي المعرفة بالعلوم البحارية عندنا داخل الأراضي اللبنية داخل أراضي الجمهورية اللبنية لا أعتقد أنه حدا بعد شفت أنا حدا بالإعلام طلع من الذين يمكن أن أدعوهم يعرفون وبيقدروا يوجهوا تهمة أو بيقدروا يقولوا هذه صحة وهذه غلط كل اللي طلعوا على الإعلام لحد هلأ هم هوات يقرؤون ما يصدر بصحفة بوسائل الإعلام وبيبدوا معلومات وبيجوا وبيواجهوا الناس فيها بتضيع العالم ضيّعنا العالم هوات هوات نعم من يعني العميد ياسين بكالي مبارح هو هاوي العميد ياسين بالمعطيات اللي عنده هلأ معلوماته هلأ معطياته هو رئيس الوفد الفاوض هو ضعب الطيار مهم شجاع نشهد له بشجاعته شجاعت كل طيارين لبنانيين مرة قال لي قاد يونيفل كتب معه بالطيار قالت له طياراتكم كثير منيحة وأمينة قال لي بس نحن عنا طيارات منيح بس انتوا عندكم طيار جي منيح يعني نحن الطيارين لبنانيين هم من أحسن طيارين وعميد ياسين من أفضل الطيارين معلوماته ومعطياته بالملف هذا إذا كان العميد ياسين أو إذا كان أعضاء الوفد المعه أو إذا كان أنا أي واحد مننا بيدعي أنه يستطيع يعني ينصب نفسه وحكم ويحكم بموضوع أنون البحار أنه هذا قد صح وهذا قد غلط بيكون مخطئ جداً هذا الكتاب 15 سنة ضلوا يجتمعوا لحتى عملوا أنون البحار دول العالم 15 سنة ضل اجتمعوا في توله وصلوا إلى أنون البحار ولم يزلوا دائماً قانون كتير واسع وهذا الكتاب بيقول كيف نطبق هذا هذا عملوا خمس أربع مكاتب ببريطانيا مكاتب أكبر مكاتب علوم بحار وبتقول كيف نطبق نحن المعلومات هذه تقول هذا الأمر اللي تقول ماذا؟ لا بدي يقول أنه هالأدب يعرف العميد ياسين لا تقول شو هالأدب أنه بفيدي عميد ياسين ينصب حاله أنه بيقدر يحكم بالخط 29 أو بالخط 23 أو بالخط أم واحده بخط بس هو بيقول أنه هو كرئيس للوفد المفاوض كرئيس للوفد المفاوض وحتى من بعد المرسوم عفوا بس لو سمحت من بعد الحملة اللي عملوها التيار الوطني الحر وفريق رئيس جمهورية حول المرسوم الذي يثبت الخط 27 للبنان اليوم لماذا جاء رئيس جمهورية وقال أن الخط التفاوضي هو الخط 23 وأنه فيك توصل الخط 23 بعد التفاوض بس مش يصير الخط 23 هو خط تفاوضي اللي بدي اللي بدي وضحه أنا نقطة واحدة بس أول شي هذا اللي بيقول كيف يرسم خط الوسط 23-29 هن هان بيقولوا فيه عادين ست طرق لترسيم الخط نعم أي طريقة من اعتمدها أي خط بيطلع عنا كلام أنه الخط 23 كلام غير قانوني مش حكي داي الخط 23 له بي وام امه لجنة عملوها فيها ممثل مجلس وطن البحوث العلمية ممثل مجلس وزراء ممثل وزارة الخارجية ممثل وزارة الأشغال أربع ممثلين عامل وزارة الدفاع ممثل مدير عام منشاءات النافط مدير عامل من نقل البحري اللي جنة تكلفت من مجلس وزراء وعملت الخط 23 وأكروا مجلس وزراء بيجالسوا الواقعة بالأصل الجمهوري يوم الأربعاء رقم 51 سنة 2009 أكر الخط 23 اعتمدوا لرسم الخط 23 على أنون البحار وعلى المانيول أفذي تكنيكا أسبيكس أفذي نيشن كونفنشن اعتمدوا على هذا حضرتك مكنت رئيس وفد حضرتك مكنت حضرتك كنت رئيس وفد من بعد ما تم تحديد الخط 23 من بعد من 23 أكروا الخط اعتمدوا بالخط على طريقتين موجودين هان أول طريقة هي لكويدستانت المبيني هان اللي هي اعتمدوها دائما ضمن حدود المنطقة الكليبية بس فينا نشرح أكتر لأنه مبارح كمان بحسب العميد ياسين أن الخط 23 هو خط غير قانوني لأنه لم ينطلق من رأس النقورة وأي خط لا ينطلق من رأس النقورة هو حكما خط ساقط مثل هو ما خط هذا الخط 23 بالمنطقة الكليمية الرسم من أقرب النقاط على الشاطئ هلا هو بقول يعني بدنا ناخد نحن نقاط الأساس على الشاطئ وأقرب نقاط أساس نرسم اللجنة اعتمدت نقاط أساس ورسمت خط المنطقة ورسم أقرب أقرب المنطقة الاقتصادية اعتمد الطريقة تانية كمان موجودة هان هي العامل الشاطئ هذا تجي العامل الشاطئ من رأس بيروت حتى حيفا خط متوازي ورسمت أنا لم أدافع 23 أو 29 أو غيره أنا أقول أنه الخط هذا بي أم اللجنة اللي قال فترة في 2009 مجلس وزراء بي قرار مجلس وزراء لأقره ومعتمد على أسس قانونية نعم كمان الخط 29 بيعتمد على أسس قانونية الخط 29 نفس الشيء مثل الخط 23 يعتمد أسس قانونية ما في شيء يعني مية بالمية بس نحن الشيء اللي نحن مضيعين فيه وضيعنا العالم فيه لما نحط ننوان الخطوط وصلنا للعالم هذا حقنا وهذا مش حقنا وهذا تراجع لي من حق الناس يعرفوا اليوم أنه حقنا للمنان أنه سنطلق من رأس النقورة تلوع بدك تعملين وندرس وتحط العالم على مدى شهرين ثلاثة كل يوم لنرسم منطقة الإقليمية إذا تحديدا المنطقة الإقليمية التي ترسم إذا دولتين متجاورتين لا اتفقوا يأخذوا البيديان الذي كل نقطة فيه متسابة لبعاد عن نقاط الأساس على الشاطئ هان نريد ندفق عن نقاط الأساس على الشاطئ نحن لبنان عدد ثلاثة نقاط أساس على الشاطئ ورحوا الضفاعة البشرية عندنا أخذوهم بالجي بي أس وعطانيهم للمركيين واتفقنا أخذوهم بإسرائيل بدأت على الخريطة ما أنا أخذ أن أخذهم اللجنة بتبعها لال2007 عطت فل إفاكت لجزيرة الدخلات بس جزيرة الدخلات بتأثر من بعد ثلاثة الخط أول ثلاثة الخط لا يوجد تأثير لجزيرة دخلات ليس جزيرة صخرة صخرة بالبحر بطريقة الثانية ما بتعطيها أفاكت بس بالمنطقة الاتصادية المادي 74 هي بتحدد كيفية تحديد المنطقة الاتصادية بتقول مش الرجوع إلى الفقرة 15 اللي نحكي عنها المادي بتقول الرجوع بتقول بتحديدا المادي 74 في حال عدم التوافق أنه مصار اتفاق خلال فترة معقولة من الزمن وهذه بعتاد الأمريكيين اللي جيين هلأ أني متعمدين عليها ومشيين فيها ما هي إذا خلال فترة معقولة من الزمن لم يتم الاتفاق بين الطرفين على تحديد المنطقة الصادية يلجأ الطرفين إلى ترتيبات بين بعضهم لاستفادة الاقتصادية دون أن يكون ذلك أي تأثير على الحل النهائي وتطبق هان مش الفقرة 15 ندي 15 تطبق جزء 15 يقول كيف حل المشاكل بين دولتين إما بالتفاوض أو بالزهاب إلى محكمة يعني يتفوا عليها اتنين إلى محكمة دولية أو الزهاب آخر شيء بالرقم أربعة للمحكمة الدولية بالرقم الثلاثة التحكيم يلجأ للتحكيم بالرقم الثلاثة بالرقم أربعة يذهب إلى المحكمة الدولية التحكيم يعني والتحكيم يلزم اتنين نحن إما نروح على اتفاق أو نروح على ترتبات أو نروح على 15 يمكننا نستفيد من 74 ونستفيد من الحكوم بيكون في استفادة للجهتين من الحكوم الآن الفرق بين حدود المنطة الإقليمية وحدود المنطة الاقتصادية أن المنطة الإقليمية هي منطة زاد سيادة مشين هيك قال القانون إذا ما اتفقوا الدولتين بروح على الميديان لا يحق لأي من دولتين تجاوز الميديان لهو خط الفصل الذي كل نقطة فيه متساوية الأبعاد عن نقاط الأساس على الشاطئ يعني نحن أول شي نحل قصة الميديان وهو منطقة سيادية والمنطقة الاقتصادية يام ندفق يام نروح على حل الترتيبات نستفيد اقتصاديا حتى الاتفاق هان أنا بدي ضوّع على شغلي واللي لازم العالم تعرفها نحن ننسى وما نسجل وما نفوت بالتاريخ ومش هناك إسرائيل تستفيد من نسياننا وتستفيد من خلافاتنا إسرائيل عمر الخلاف الحدودي بين لبنان وبين الحركة الصهيونية 105 سنوات من وقت قبل مؤتمر باريس الحركة الصهيونية سعت إلى أمرين أول أمر هو الجولان لأنه يؤمن لها الزراعة ويؤمن لها السيطرة على مصادر المياه ويؤمن لها السكن المستوطنات وشفنا بعد مئة سنة عملوا مجلس الوزراء الإسرائيلية بالجولان وأقروا هالثلاثة هاودي اللي نحن نحن نحكي عنهم بمجلس وزراء بالجولان أقروا من كم شهر الاستيطان والزراعة والموضوع الثاني اللي طلبوه الحركة طلبوه الحركة الصهيونية من الرئيس الأمريكي واجه عند رئيس البريطاني وطلبوه رئيس وضغطوه على فرنسا بشين تقبل فيه هو اللي طاني كان بدهم الضفة الشمالية لنهر اللي طاني رفضوا الفرنسيين قالوا بياخذ الضفة الجنوبية رفضوا الفرنسيين قالوا اخر شي طلبوا بس تحت قلعة الشقيف في جسر الخردالي هونيك طلبوا أنه الجسر الخردالي بقيبوا منشاءات تستفيد منها إسرائيل تستفيد منها عم بيحكيكي بالحركة الصهيونية اللي بعدها عم بيعمل حدود مع فلسطين مش مع إسرائيل مع فلسطين بسنة 1919 فالحركة الصهيونية حطت حطت هدفين بالراسة استراتيجيا الوسيط الأمريكي إجاء باتفاق حدودي ربما إجاء بترتيبات لاستخراج النفط لأن إسرائيل لا بد تمضي على حدود مع لبنان بعدها متأمل إسرائيل باستراتيجيتها البعيدة أن تستطيع يوما ما أن تأخذ جنوب الليطاني إذا نحن في لبنان حفظنا لحد هلأ على حدودنا الجنوبية لسببين أول سبب خلال الفترة الأمم الدولية بين الأمة الفرنسية حدود الأمبراطورية الفرنسية مع الأمبراطورية الإنجليزية وكانت فرنسا هي اللي أمتر على حفاظ الحدود كونها هي حدود أمبراطوريتها الجنوب كان هو حدود أمبراطورية الفرنسية بعدين بعدما راح لتحالس السوفيتي وصارت بيات المتحدة مسيطرة أصبحت هذه الحدود محافظة عليها نتيجة التوازن القوة موجودة بين المقاومة وبين إسرائيل نحن هلأ أمام الخلاف معنا بينه بين إسرائيل مش هو الخط 29 وخط 23 الخلاف بينه بين إسرائيل هو خلاف استراتيجي كتير كبير هو أنه هل إسرائيل راح تقبل نعمل حدود معه وتوقف هونيك ولا بعد عنده أطمع هلأ قدل الخلاف كتير كبير ومرهن إسرائيل على خلافنا الداخلي مراهن إسرائيل على الشيء أم نحكيه هلأ